الطاقة العامة لبرج الميزان بالفترة الحالية ده اشوف انه انت بانتظار اتخاذ قرار او خبر صار لك فترة متأخر عليك اه هذا القرار او الخبر ممكن يكون على الصعيد العاطفي او ممكن يكون على الصعيد المادي حتى ده اشوف هذا الخبر اللي انت منتظره راح يوصلك بالفترة الجاية ممكن تكون صار لك ثلاث اسابيع منتظر هذا الخبر او ثلاث تشهر وتقريبا صارت عندك طاقة ياس من عنده ده تفكر انه هذا الشخص اذا كان شخص تواصل او حتى اذا كان موضوع عملية انت قربوا تي اس منوصل هذا الخبر اليك بس ده اشوف انه هذا الخبر بالفترة القادمة راح يوصلك وعلى الصعيد العاطفي ده اشوف عندك بعض المخاوف او التردد او نوع من التشويش عدم الوضوح اتجاه شخص ممكن يكون برج العدراء احنا طال ايامي برج العدراء ممكن يكون شخص موجود بحياتك من برج العدراء انت بالفترة الحالية اه هذا الشخص منسحب او مبتعد عنك صار لفترة ده تحس انه اكو بي تغيير معين فهذا الشي مسبب لك عدم موضوع وعندك نوع من التشويش بالفترة الحالية اتجاه هذا الشخص ده اشوفه هواي ده تفكر تريد تعرف شنو سبب انعزال هذا الشخص عنك فجأة وممكن يكون معاطفي ممكن حتى يكون شخص وياك بالعمل وهذا البرج مالتا فانت اللي يقاعد مثل اللي يقاعد دور بالفترة الحالية وراه او ده تحاول تعرف عنه اخبار معينة هاي جينا على الطاقة العامة نظرة سريعة خلونا هسا ندخل بالتفاصيل اكثر على جميع الاصعدة على الصائد المادي برج الميزان الناس اللي هما عندهم عمل يعني هما عندهم شغل وهذا الشغل موجود باديهم هما وماكو احد يرأسهم ده تشوف بالفترة الحالية عندك نوع من القلق او المخاوف انه انت تخسر هذا العمل بالفترة الحالية عندك مخاوف اتجاه خسارة معينة بالعمل ممكن حتى يكون عملك نفسه انت مليت من عنده وتريد يتغير مكان عملك عندك نوع من القلق عندك نوع من الروتين والعمل ما قاعد يتقدم وباقي بمكانه نفسه وهذا الشي ايضا طلعوا اياه حتى بالتحديات اللي ممكن تواجهك بهاي الفترة ممكن تكون قاعد تبدل مجهول بالعمل اللي انت موجود به حاليا بس النتائج اللي قاعد اتحصلها من هذا المجهود مو متقدر تعبك مو التعب اللي انت تتعب بهذا الشغل يجيب لك القدر اللي المفروض يكون ارباح اليك من ناحية التعب اللي انت التعبة ده اشوف عندك تعب هواية بالشغل بس ما قاعد تاخد حقك عندك ظلم بموضوع العمل هاي اذا انت يعني عندك عمل ممكن يكون عندك اكو شخص بالعمل متسلط او حتى اذا كان مديرك بالعمل ده اشوف هذا الشخص امتعبك هواية بالفترة الحالية وده يضغط عليك وهواية امور هذا الشخص من النوع اللي منضبط جدا ونفس الوقت ما ينطيع دار ولا حتى يهتم للظروف اللي ممكن تكون موجودة عند الناس اللي تشتغل جوايده اذا كانت انت موظفة ده اشوف عندك تعب من خلال شخص صلت اكبر من صلتك بالعمل للنساء البعض من عندكم ممكن يكون هذا الشخص المدير اللي بالعمل عنده مشاعر اتجاهك او انت حتى عندك مشاعر اتجاهها وهذا الشي مسبب لش نوع من المخاوف والقلق اتجاه هذا الشخص واتجاه خسارة عملت ممكن يكون هذا الشخص قاعد يسبب لش نوع من المضايقات بالفترة الحالية فانت باقية ما بين انه انت تحافظين على شغلك او انه انت تصدين هذا الشخص ولها السبب عندك مخاوف انه انت خسرين شغلك بسببه لانه هذا المدير ممكن يكون عنده طاقة تلاعب شوية عموما على الصعيد العملي لبعض من عندكم ده اشوفه عنده تغيير بعمل ممكن لبعض منكم يكون خسران عمل صار لفترة او انه هو بالفترة الحالية على وشك انه هو يترك عمله ده اشوف اكو عرض عمل جديد وهذا العرض ما للعمل الجديد اللي راح يجيك خلال هذا الشهر راح يكون اعرض مستقر وثابت يعني اذا كنتوا داوموني بشغل اهلي فراح يصر هذا الشغل يعني تعيين حكومي جعدكم وتعيين ثابت يكون لانه ده اشوف اكو شغل مستقر عدكم راح يصير بالفترة الجاية راح تستقرون بي بس انتوا عندكم نوع من الملل ومن التعب من هذا الشغل اللي انتوا به حاليا ده اشوف اوضاعكم على الصعيد العملي امتعبكم العمله هواية بهاي الفترة وهواية الشايلين هما ونفس الوقت ما مرتاحين بشغل اللي انتوا به عدكم نوع من الروتين ونوع من الملل بهذا العمل على الصعيد الصحي ده اشوف البعض من عدكم تشان مارب ازمة صار لفترة ممكن يكون مريض ممكن يكون حتى داخل مستشفى بس بالفترة الجاية ده اشوف عنده شفاء او انه هو بالفترة الحالية بلش انه يشفى ممكن يكون هذا الوضع مو قولكم الشخص موجود من العائلة ممكن اذا كنتوا يعني متزوجين يكون طفل او حتى شريك او اذا كنتوا ما متزوجين ممكن يكون من الاهل المهم ده اشوف اكو مساعدة الشخص مريض وده اشوف اكو شفاء اكو خبر حلو على الصعيد الصحي راح تسمعونا بالفترة الجاية ممكن حتى يكون البعض النساء حمل مفاجئة راح يصير عندك بالفترة الجاية راح تكتش فينا نجي شوية انركز على تفكيرك بالفترة الحالية يا برج الميزان ده اشوف تفكيرك بالفترة الحالية بالنسبة للعزاب الاغلبية من عدكم وحتى المرتبطين ده اشوفكم ده تفكرون انه خلاص حان الوقت انه انتوا تستقرون يصرعتكم نوع من الاستقرار بالعلاقة كزواج البعض من برج الميزان ده اشوفه بهاي الفترة غالب عليها طاقة الاستقرار طاقة المنزل طاقة البيت الهدوء البعض منكم عنده امنية ببالي ردي حققها تتخص موضوع زواج للعزاب ده اشوف اكو بالفترة الحالية عدكم عرض زواج وانتوا هذا العرض قاعدة تفكرون بيه صار لكم فترة والبعض من عدكم ممكن يكون ما مقتنع بهذا الموضوع تماما البعض الثاني ده اشوف انه اكو عدكم امنية اذا تفكرون بيها ببالكم بالفترة الحالية شاغلتكم وتخص موضوع زواج ممكن يكون من الشريك بس وتحسون انه هاي الامنية لازم تتحقق وقعد تدعون حتى تحصلوها عدكم نوع من الرضا السعادة الداخلية ولكن يعني ده اشوف موضوع الزواج بالفترة الحالية راح يكون مجرد كلام وبداية الفين وعشرين اكو موضوع زواج راح يصير هاي بالنسبة للتفكير البعض منكم اللي مرتبطين مليتوا من العلاقات اللي مريتوا بيها وهاي العلاقات ما بيها نتيجة وما قاعد توصل للمكان يعني مجرد علاقات عابرة تقضون بها وقت وبعدها تخلص او تنصدمون انتم بنهايتها فاده اشوف عدكم طاقة ملل من هاي العلاقات ده تبحثون على شخص يكونوا ياكم جدي بالعلاقة الشي اللي دورونا بهاي الفترة شخص جدي يدخلوا ياكم يكون علاقة بيكم جدية توصل الى مرحلة الزواج هاي ده احكي على التفكير برج الميزان وبصورة عامة المتزوجين ده اشوف انه انتم مريتوا بمشاكل صار لكم فترة بالبيت بسبب اطراف خارجية ممكن تكون من العائلة او حتى ممكن يكون شاناكو زعل بينكم وبسبب موضوع طرف ثالث الطرف الثالث مثل ما اوضح كل مرة ممكن يكون شخص من الاهل هو دايق العلاقة اللي بيناتكم او يسبب لكم مشاكل يدخل بها او ممكن البعض الثاني منكم يكون يعني طرف ثالث يكون خيانة بس بكل الاحوال ده اشوف الطرف الثالث اللي كان موجود ببيناتكم للمزوجين اه طالع من العلاقة بالفترة الحالية وده اشوف اكو مصالحة واكو عودة للمنزل اذا شنتوا تاركين المنزل يعني الناس اللي متزوجين فده اشوف اكو عودة اكو رجوع واكو صلح واكو استقرار راح يصير بالبيت اكو استقرار للمتزوجين من بعد مشاكل شتمارين بيها ازمات صار لكم فترة ده اشوف اكو رضا شوية اكو سعادة داخلية راح تصير ممكن يكون عندكم خبر حلو فرحة بالبيت راح تحتفلون بيها او جمعة عائلية راح تصير بهاي الفترة هسه نجي على الوضع العاطفي البعض منكم يا برج الميزان شوي ركزولي على الوضع العاطفي للمرتبطين والمنفصلين راح احجي هسه البعض منكم يا برج الميزان ده اشوف انتو اخذتوا قرار انه تنهون العلاقة بشخص انتبهوا لي من راح اقول لكم على الابراج اللي ممكن تتعاملونوا ياها ممكن البعض منكم يتعاملوا يا شخص برج العذراء مثل ما قلت لكم اول الفيديو ممكن يكون برج الجدي وايضا الطاقة النارية موجودة ممكن يكون قوس او اسد او حتى حمل لان ورقة الحمل مقلوبة فده اشوف انه برج الميزان ممكن تكونون نهيتوا علاقتكم بشخص من احد هاي الابراج او عادي حتى اذا ما كان برجة بس القراءة تنطبق مهم الابراج الابراج بس تأكيدا البعض الناس اللي طاقتهم تكون واصلة حتى يتأكدون انه القراءة تنضبط عليهم مية بالمية من خلال الابراج فده اشوف انه برج الميزان انتو مريتوا بخسارة عاطفيا بالفترة السابقة نهيتوا علاقتكم بشخص هذا شخص كان من النوع اللي متكبر شايف نفسه ومتسلط ومتسلط مسيطر بالعلاقة من النوع اللي يفرض سيطرته بالعلاقة وهذا شخص علاقتكم بيه ما كانت مستقرة وانتو عندكم احساس انه هذا شخص يكون متلاعب هذا شخص ممكن تكونون صار لكم سنوية اا او انه موضوع الزواج وبيناتكم صار لسنة مفتوح بس هذا الشخص دائما دي اجلوا بهذا الموضوع دائما اكو احباط دائما اكو تأخيرات دائما يقول لكم انه يحكيوا ياكم اشياء بس هاي الاشياء مدى اشوفوا حقيقية صادقة ممكن يكون هذا الشخص كاذب البعض منكم ممكن يكون اكو طرف ثالث بينكم موجود بالعلاقة اذا ما كان برج الميزان نفسه هو بالفترة الحالية انت طاقتك طاقة علاقة ثلاثية اذا ما كانت انت صاحب هاي العلاقة الثلاثية العلاقة الثلاثية طبعا انه انت تكون تفكروا بشخصين او انه انت يعني يتحكيوا يا شخصين بنفس الوقت فدا شوف انه وضع العلاقة الثلاثية راح ينتهي بهذا الشهر راح تخرج احد الاطراف الداخلية وانه هو الشخص نفسه من احد الاطراف هو راح يطلع من العلاقة يصير ببيناتكم منقطاع بالتواصل تنتهي علاقتك بي المهم يعني بكل الاحوال ده اشوف اكو خسارة انت مريت بيها اكو شخص فقدته طلعته من حياتك نهيئة العلاقة بي وهذا الشخص انت من بعد ما نهيئة العلاقة بي ده اشوف ما عندك نوايا انه انت تدخل بعلاقة جديدة لانه هذا الشخص تعبك هوايا وكان متلاعب ومن النوع اللي مايفكر بعواقب الامور ولا حتى يفكر للبعيد تفكيره هذا الشخص محدود يعني هو داخل العلاقة بتلاعب وانتو اساسا البعض منكم يعرف انو هذا الشخص متلاعب بس هو شان ناوي انو ينطي فرصة البعض منكم هاي الازمة سببت لانعدام بالثقة والبعض الثاني ده اشوف حتى انو الموضوع الاهل ممكن عرفو بي او الاصدقاء فانحطه بموقف صعب بسبب هذا الشخص من بعد ما انتهت العلاقة ممكن يكون شان وعدك بموضوع زواج وانت حتشيت وقلت بس بعد هالموضوع فجأة يعني اخطفى هذا الشخص او انو قل لك شون نقول يعني اعذار وكذب اكو كذب هواية عد هذا الشخص فانت منك تشفت انو علاقتك بما راح توصل للمكان وعلاقة مو طويلة الاجل قررت انو تنهي العلاقة او راح تقرر انو انت تنهي العلاقة بالفترة الجاية لانو التحدي اللي قدامك هو علاقة انت تعرف انو هي مو طويلة الاجل ونتائج مالتها ما راح توصل للمكان وانت هواية استثمرت بهاي العلاقة ممكن تكون صار لك سنين ويا هذا الشخص او حتى استثمرت مشاعر ممكن هواية ضحيت له هواية صبرت عليه وهواية تحملته ولكن هذا كله بالاخير طلع بدون فايدة هي تتعبك راح يعني فله السبب ده اشوف انو انت راح تتخذ قرار بالفترة الجاية تطلع هذا الشخص من حياتك اللي عنده طاقة تلاعب مو طبيعية هذا الشخص حتى عنده نوع من الابتزاز العاطفي ممكن يعني يغلط بحقك ومنت عاتبه وراح يحكي وياك يقلب الموضوع عليك ويخليك تحس بذنب لان انت رحت عاتبته على الغلط مالته ويخلي الغلط موجود بيك ده اشوف انت تتعاني من انفصال من هذا الشخص اللي عنده نوع من الدراما كوين يعني دائما يقلب المواضيع الصالحة مهما كان الوضع هو راح ينقلبه صالحة بالاخير حتى لو كان هو الغلطان انت ما تقدر تلزم عليه غلط فدا اشوف انو انت هذا الشخص المتلاعب للمنفصلين ممكن يكون دخل بحياتي من بعد خسارة انفصلتوا انتو عن شخص فبالفترة الحالية قاعدة تفكرون بالشخص القديم اللي كان موجود بحياتكم وده تقارنون بيناتهم لانو ده اشوف احتمال البعض من عدكم تكون خسارة شخص وبسبب هذا الشخص المتلاعب ولهالسبب انت عندك نوع من الفرصة ضائع ده تحس انو اكو شخص كان موجود بحياتك فرصة وضعت من ايدك ضيعتها ممكن تكون انت اساسا ضيعت علم ودهواية فراص اجتتك زينة بس انت ما قبلت بها في سبيل انو تنتظر هذا الشخص بس هذا الشخص بالاخر يعني اكتشفت انو هو مقد المسئولية ولا نوايا وياك نوايا حقيقية وجدية هو مجرد ينطي اعذار ده اشوف هو مشاعره بالفترة الحالية اقول بعض من عدكم صاير التجريح بالكلام بينكم وبينه او انتو ناوين انو تقطعون علاقتكم بهذا الشخص فذا شوف هو بالفترة الحالية يريد يجي يحكي وياكم بصورة سريعة مندفع جدا يعني هو عنده طاقة تسرع طاقة اندفاع عالية فنوايا انو هو يجي يرجع يدخل بالعلاقة ببيناتكم او يحاول انو يرجع لك ولكن بعد الرجوع النوايا مالت انو هو يبقيك بهاي طاقة طاقة التأخيرات طاقة الاحباط يعني هو راح يرجع همينه يوعدك انو هو يحل الامور او انو يصير ببيناتكم زواج او انو هو يصير احسن ولكن يبقي عنده طاقة التأخير وطاقة الاحباط نوع من الكذب يبقي موجود عنده فهذا الشخص هو نوايا بالفترة الحالية انو يأجل كل المواضع اللي بينكم وبينه ويأخرها هو بس دا يحاول انو يكسب وقت انت اساسا التحدي اللي يقدامك انو انت تخلي حد لهذا العلاقة لان دا اشوف هذا الشخص عنده تلاعب كبير يعني طاقته جبارة كلش متلاعب وكاذب ويقدر يسيطر على عقل الانسان يقدر يستخدم العواطف يبتزل انسان بعواطفه من ناحية العواطف يدخل للشخص ويحصل على شي اللي هو يريده فبالفترة الحالية دا اشوف انت اما قاعدة تفكر بشخصين شخص منهم هذا المتلاعب وشخص الثاني هو دا تحس انو هو فرصة وضاع من حياتك او انو انت ممكن تكون هذا الشخص يعني هو من الماضي وراجع دا يحاول يرجع بحياتك فعندك طاقة علاقة ثلاثية دا اشوفه بالفترة الحالية اكو علاقة ثلاثية واحد الاشخاص اللي موجودين بهاي العلاقة عنده نوع من هذا التلاعب قلت لكم ممكن يكون برج الجدي ممكن يكون برج العدراء او ممكن يكون برج القوس او الاسد او حتى الحمل هنا هم موجودة عندي يعني الطاقة اللي موجودة طاقة ترابية وطاقة نارية فاما عدراء ثور جدي او عقرب او قوس وحمل واسد فاد هشوف انو الوضع العاطفي بهاي الفترة شوية محتاج من عندك وقفة محتاج من عندك يعني عزم انو انت تقدر اتخلي حد لهذا الوضع والكركب اللي موجودة بحياتك عدم الوضوح والتشويش وعدم انتخاذ القرارات انت لازم تاخذ خطوة بالفترة الجاية انو انت تتخذ القرار الصحيح بخصوص هذا الشخص او بخصوص الاشخاص اللي موجودين بحياتك البعض انكم ممكن يكون هو كاشف علاقة ثلاثية بهاي الفترة وله السبب هو قاعد نهى العلاقة بهذا الشخص المتلاعب بس هذا الشخص المتلاعب ده اشوف اكو تواصل سيصير بينك وبينها راح يصير خلال هذا الشهر وراح يصير ببيناتكم تجريح بالكلام اما انت راح تجرح بالكلام او هو راح يجي تجرحك بالكلام لانو ده اشوف عنده طاقة تعصب يعني ممكن هذا الشخص لانو انت تركت صغيرة عندها طاقة طاقة الهجومية فدا شوف اكو تواصل سريع راح يصير وياك وهذا التواصل راح يصير بيعني مو تواصل بالناء راح يكون بيه تجريح التحدي اللي قدامك يا برج الميزان هذا الشهر التحدي اللي قدامك ممكن يكون عملي وممكن يكون عاطفي راح اقول لكم على الصعيد العملي معناه وهقول لكم على الصعيد العاطفي على الصعيد العملي ده اشوف انو انت بالفترة الحالية عندك ملل من الموضوع العملي مثل ما قلت لك بالبداية انت بعمل صار لك فترة تتعب 80% وتحصل احتمال الارباح اللي تجيك من عنده فقط 20% فبالفترة الحالية انت هذا العمل ده تشوفه انو مو رؤية طويلة الاجل هذا العمل مو الشي اللي انت تدوره نفس الوقت ده اشوف عندك طاقة متاعب بيه وده تبدل هواية مجهود ولكن هذا العمل مقاعد يوصل للمكان فبالفترة الحالية التحدي مالتك انو انت تتخلص من عمل تعرف انو هو مو شي طويل الاجل اليك وتبلش بمشروع جديد التحدي اللي قدامك هذا العمل شلون راح تقدر تتجاوزه او شلون راح تتخلص من عنده لازم تفكر بعقلانية بهاي الفترة لازم تتخذ الخطوة جريئة ممكن حتى اا يعني ماكو مانع انو تاخذ استشارة من شخص فاهم يتخليه يساعدك انو انت تلقى عمل جديد لازم تتخلص من هذا العمل اللي يمتعبك وما قاعد تاخذ بيه مجهود انت تعرف انت نفسك عندك ادراك بالفترة الحالية وراح يصير عندك ادراك انو هذا العمل متعب ومو طويل الاجل مجرد النتائج مالته مو النتائج اللي مرغوبة انت بديت يعني اتحس انو تعبك قاعد يروحي شي على الخالبة لاش فلا شوف انو لازم شلون تتجاوزه لازم تخلي حد لهذا العمل اذا كان عندك ملل منه وتعرف اترك هذا العمل وبلش تدور على عمل جديد والفرصة الثانية موجودة اما اذا كان على الصعيد العاطفي فدا شوف انو انت بعلاقة بالفترة الحالية قاعد تفكر بيها بعقلك يعني قلبك هواية بمشاعرك وتارك عقلك بالفترة الجاية دا اشوف انو هاي العلاقة اللي انت بيها تعبت بيها هواية وضحيت بيها وقاعد تنطبيها قاعد تحاول انو تبني علاقة بس هاي العلاقة ما قاعد توصل للمكان اللي انت تريده وما قاعد تتقدم دائما فيه تراجع وحتى الشخص اللي انت قاعد تتعب وتنطي مشاعرك وتعبك وتضحياتك الى بده تحس انه هو ما قاعد يقدر او ما يستحق هذا الشي نفس الوقت ده اشوف احتمال تكون اكو بيناتكم اختلافات هواية بينك وبين هذا الشخص فتفكيرك بشكل مفرط بالعاطفة مخليك اه ما تشوف السلبيات وما عندك ادراك انه هاي العلاقة شنو حقيقتها ما قاعد تقدر تشوفها على حقيقتها بسبب التفكير العاطف اللي موجود فشون تقدر تتجاوز هاي العلاقة النصيحة تقولك انه اترك التفكير العاطفي لانه هو اللي مشوه الادراك عندك هو اللي ماذا يخليك تعرف تتخذ قرار بخصوص هاي العلاقة ولا تشوف الوجه الثاني الها او الوجه الحقيقي التحدي اللي قدامك انه انت تقطع علاقتك بشخص متلاعب والعلاقوية مو علاقة طويلة تل امد ولا راح تدوم هي مجرد علاقة وقتية وتنتهي ومجرد تاخذ منك وقت وتعب ومجهود رغم انه انت بالفترة الحالية ده اشوف عندك القدرة انه انت تشتغل عليها وتتساهم بخطوات بس العلاقة ما قاعد تتقدم من طرفه فالتحدي اللي قدامك انه انت تقطع هذا الشخص المتلاعب اللي موجود بحياتك او راح يرجع يبلش يظهر بحياتك بالفترة الجاية تخلي لحد وتقطع من حياتك بالنسبة لنقاط الضعف اليك يا برج الميزان نقاط ضعفك هذا الشهر راح تكون انه اكو سر انت خايف ينكشف نقطة ضعفك سر انت خايف ينكشف ده اشوف بالفترة الجاية هذا سر راح ينكشف ونفس الوقت ده اشوف انه عندك بعض المخاوف والقلق والاوهام وحتى كوابيس بالليل بسبب موضوع معين انت ده تفكر به او حتى ممكن يكون اتجاه شخص من برج الحوت ممكن تكون قاعد تفكر بشخص من برج الحوت وهو نقطة ضعفك بالفترة الحالية ممكن يكون هو نفس هذا الشخص المتلاعب ايضا برج الحوت هنانا ظاهر يمي قبل ما ينتهي الفيديو راح اقولكم كل الابراج اللي موجودة حتى تشوفون اذا ابراجكم موجودة ابراج الناس اللي تعرفوهم موجودة فنقاط ضعفك هي المخاوفك وقلقك لازم تتغلب عليها بهاي الفترة لازم تتخذ قرارات جدية تحاول انه تكون قوي اما بالنسبة لنقاط القوة اللي لازم تشتغل عليها بهاي الفترة